اشتركوا في القناة المجلس الوزري بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في دول المجلس ومعالي الأستاذ جاسم محمد لبديوي الأمين العام لمجلس التعاون تم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس الوزري بما في ذلك ما تم بشأن تنفيذ قرارات المجلس في دورته السابقة والتوصيات المرفوعة من اللجان الوزرية في مجالات العمل الخليجي المشترك والتقارير التي أعدتها الأمانة العامة بشأن القضايا المتعلقة بمسيرة التعاون والتكامل الخليجي وسير مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية كما بحث المجلس نتائج اجتماعات الحوارات الاستراتيجية بين مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات الصديقة وأكد على ضرورة متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لما من شأنه تعزيز علاقات التعاون بين الدول الأعضاء وتلك الدول والتكتلات كما ناقش المجلس الوزري تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والحرب الدائرة في قطاع غزة والجهود العربية التي تبذل لوقف إطلاق النار في القطاع وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لهم